السلام عليكم. سهيكم عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخير. نقل فيفا عبدو من المستشفى اللي هو بتاع ستة اكتوبر لحق المركز الطبي العالمي. وصريخ بنتها. لو عايز تعرف كل التفاصيل. واخر ما توصلت اليه حالة فيفا عبدو حتى اللحظة. حتى هذه اللحظة. كملوا معي الفيديو للنهاية. وما تنسوش تضغطوا لايك. بس قبل ده كله. وصلوا على الحبيب عليها افضل السلام والسلام. ونبدأ بسم الله. فيفا عبدو. طم نقل فيفا عبدو من مستشفى ستة اكتوبر اللي هي كانت موجودة فيها داخل العناية المركزة. ونقلوها لحاجة اعلى شوية لمركز الطبي العالمي. ده موجود على طريق اسماعيلية الصحراوي. بنتها طبعا اول ما سمعت الخبر ده. فضلت تسرح جدا قدام المستشفى. ليه? في ايه? ممكن نسفر امي آآ برا مصر نسرفرها في الخارج. اهم حاجة حالة آآ امي. طبعا اللي موجودين في المستشفى ادوها كل مستلزمات والدتها اللي هو بيبقى بقى لبسه والمستلزمات بتاعتها الشخصية اللي بتبقى واخدها معي. طبعا الحاجات ديها تبيدوها لها في حالتين يا اما والدتها خفت يا اما حالتها بقت ميقوس منها جدا. احنا كلنا عارفين ان حالة فيفا عبدو خطيرة جدا. احنا هنعرف كل اللي حصل دلوقتي لما راحت هناك في المركز الطبي العالمي. ولكن. لكن الفريق الطبي اللي كان مسئول عن حالتها والدكاترة ولا طباء اللي كانوا مستلزمينها آآ يعني بيقولوا كل الاخبار بتاعتها. قالوا البنتها عزة مفيش داعي ان والدتك تسافر برا مصر لان حالتها هي ما يقوس منها فعلا. يعني حالة والدتها خطيرة جدا. وان احنا كل اللي احنا بنعمله ده حاجة مجرد وقت بس. علشان كده هي نقلتها في في المركز الطبي العالمي. طبعا هي بس عايشة ما بتاكلش ما بتشربش مش عايشة. اي حاجة غير في حاجة واحدة بس. هي متعلق لها محليل وجهاز تنفس صناعي. عشان بس تقدر تاخد نفسها. طبعا آآ في تعتيم كامل من الاهلام على حالة آآ ففا عبدو. يعني محدش ابدا بيتكلم على حالتها. اخر ايام ففا عبدو قبل ما تدخل العناية المركزة. ففا عبدو كانت بتطلع بواصلة رأس وتقول انها كويسة في الوقت ده بتبقى كانت بتتعالج. كانت تعبانة جدا ولكنها كانت بتضغط على نفسها. بقى شد ضغط ان هي تاخد هرمونات وتاخد ادوية علشان بس تقدر توقف على رجليها. حاليا هي فقدت كل ده. فقدت كل ده. طبعا المرض محدش بيكابر عليه. كل واحد فينا اللي عمره مش هيسيب منه اي حاجة. مش هيسيب منه يوم. طبعا التكاتري كمان قالوا ان كل اللي احنا بنعمله ده مجرد وقت بس مجرد وقت. احنا آآ حالة آآ ففا عبدو ما يقوس منها. حالتها خطيرة جدا. ما فيش امل بمعنى اصح. لكنها ده حالت دلوقتي المستشفى ده منها راحت على المركز الطب العالمي. هنشوف هما هيطلعوا تكرير حالتها ايه? وان شاء الله هنزل لكم اخر كل الاخبار اللي بتوصل من اللي بتوصل لها يعني. هقول لكم اخبارها بالكامل ان شاء الله. طبعا اللهم لش ماتة كل واحد لعمره. مش هليش مات في المرض ولا هنيش مات في الموت. ربنا هيشفيها. ويشفي كل مريض. والمرض مش عيب. يا ريت بنتها تطلب لها الدعاء بدل ما تطلب لها ان الناس تشجحها علشان والدتها ترجع تبدع وترقص تاني. الرأس مش ابتاع. بالعكس ده حن وقت ممكن تطلبي من الناس الدعاء. يمكن فيهم حد دعوته وتستجيب. لوالدتك على ان هي عملته. كلنا فينا اخطاء. يا رب يا رب اشفي كل مريض. وبعد عندنا كل حاجة وحشة. يا ريت يا عزة تنزلي حاجة على الانستجرام. تقولي عندها اكتر من تمانية مليون متابعة على الانستجرام. تقول لهم ادعو الوالدتي. لكنها بتقول ادعو الوالدتي عشان ترجع تمتعكم بالرأس. حرام طبعا كل اللي هي بتقولوا ربنا يشفي مرضانا. اللهم لاشا ماتة. بتمنى لكم دايما كل الخير. آآ شكرا جدا. سلام عليكم واتنسى الناس. موسيقى موسيقى موسيقى